كنت سألتيني سؤال كده وانا مجاوبتكيش اه مش مشكلة خالص يا مونة بس انا عايزة جاوبك مونة هنبي مش هتكلم في الموضوع ده اصلا خالص دلوقتي لأ لازم تسمعيني يا مروة اوعد فتكري يا مروة اني ما كنتش هتمنى ان الناس كلها تجري ورايا واني ما بقاش مهتمية بنفسي وحلوة زيك كده واني ما كنتش بعض ابص على نفسي بالساعات قدام المراية مرة سمعت حدي بيقول ان الاب والام لما بيحبوا حد من عيالهم بيطلع حلم لدرجة اني حسيت انهم مش بيحبوني زي كده بالزبط مش بتحبيني إيه يا بلده مين قالي الكلام ده مش لازم حدي يقول كيفانا انا حسب كده بالرغم اننا اخوات ودم واحد بس كل واحد فينا في اتجاه مختلف ليه ما نبقاش مع بعض يمكن عشان كل واحدة مش شبه التاني اه فعلا كل واحدة فينا مش شبه التاني عشان كل واحدة فينا تكمل التاني لو عايزة الاجابة على سؤالك متحطة بايدي ولا لأ اه طب وانتي انا ايه بتحبين طب ازاي ازاي حبيتي وازاي حبك ازاي اصلا قربته من بعد ازاي كل واحدة كده بقت مكانة تانية في حاجة يا كاد عايزها اصلا مش يمكن هو ده الصح واحنا مش واخدين بالنا وانتي يا مونة تقدري تتجوزي واحد انتي عارفة متأكد انو كان بيحبني وعايز تتجوزني مش مهم هو عاوز ايه المهم انتي انا ايه انتي كنت بتحبي متحط عشان لو كنت بتحبي متحط ده ممكن يخليني اقول اه او لا يعني ايه يعني لو فعلا كنت بتحبي متحط وكنتي عايزة تتجوزي ده هيخليني اشيل الموضوع خالص من دماغي انتي متأكدة من الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا مونة طبعا متأكدة وعارفة كويس قوي انا بقولي ماشي يا مونة عايز انا اقولك كل حاجة بصراحة يعني طبعا انا متحط ده وعمري ما حبيته ولا عمري تخيلتي نفسي معاه ولا كنت عايز تجوزه اصلا متحط بالنسبالي كان سلمة هاوصل بيها لتموحي اوصل لما كانك تماعيك وعيزة ترديني اكون مبسوطة مش محتاجة لحد فلوسه منصب مش اكتر عارفة لو كنتي قلتي العكس وانتي عارفة ومتأكدة اني مش هتجوزه لو قلتي انك بتحبيه مشكلة يا مونة ان انا عندي نفسي مشكلتك ايه انا لقيت نفسي بحب احمد يعني ايه عارفة لما تعيش عمرك كله عمانة تلفه وتدوري حوالين حاجة واحدة بس طنوحك واحلامك ومشاريعك وفي حاجة جواك انت دايما ما خبيها مش عايزة تفكري فيها عشان ما تعطلكيش اه طبعا فهم هو ده لنا كنت عايشة فيه مش عايزة افكر في الحب عشان ما يعطنيش بس انا كان من جوايا نفس احب وتحب وتبسط بس عقلي كان دايما رافت عرفتي منين انك بتحبي يا احمد لما وجيه قال ان هو عايز تجوزني وان لازم اسأل احمد خفت احمد يقولي تجوزي وجيه ساعتها كنت عارف ان هو ما بيحبنيش بجد كان ممكن وقتها اموت في نفس الوقت مش عارفة ازاي انا حبيت حد اختي كاميليا بتحبه ليل بن هور ما بتحلمش غريبي ما بتتكلمش غير عنه اشتركوا في القناة